تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي موقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمحافظة أسوان وأكد وزير التنمية المحلية أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان وصلت إلى 11 قرية باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون ويستفيد منها أكثر من 38 ألف مواطن كما أشار إلى عدد من المشروعات المدرجة في عدد من القطاعات منها 7 مشروعات للصرف الصحي و12 مشروعا لرفع كفاءة الإنارة العامة هذا إلى جانب مشروعين لرصف الطرق إلى جانب مشروعات لرفع كفاءة المنازل